السلام عليكم سنتحدث اليوم عن مدى إمكانية إغلاق سجل الحضور في الوقت المحدد إليه وبالتالي عدم استلام أي رد أو إغلاق الفورم الخاص بالامتحان إن كان كويز، امتحان شهري أو امتحان نهائي أو عدم استلام أي حلو يعني الشيء أنت منطيع واجب للطالب حددت لوقت معين وثيرت بعدها ينغلق خلينا نقول هذا الواجب حتى لا تستلم من الطلبة المتأخرين طبعا هذه الخطوات هي نفسها نذهب إلى Classwork هذا هو سجل الحضور إن كان سجل الحضور أو إن كان امتحان يعني أنت دازلهم فورم خاص بامتحان نهائي أو كويز أو امتحان شهري أو يكون هذا واجب أنت دازل الطلاب نفس الخطوات نضغطها هنا نضغط على سجل الحضور المحاضرة الأولى رح يحولني إلى الفورم الخاصة اللي أحنا عددناها وين أذهب؟ أذهب إذا ها هنا Edit this mode بالضغط عليه رح يتحول إلى المكان الطبيعي اللي أقدر أعدل علي بس عماني دخلي لأنه ما يتعدل رح أروح إلى Responses اللي هي الردود بالضغط عليه هنا نجد أنه أكون عندي طالبين سلموني هو طبعا الأستاذ والطالب خلي نقول سلموا الحضور أوكي طبعا شون نعرف الحضور وشون النزل قبل من نغلقها نضغطها هنا على هذا View Response رح يبين لي أنه هذولا هم الطلاب الوقت اللي سجلوا بي شوكة سجلوا وأيضا الأسماء مالتهم والفرق وناوع الدراسة أوكي أنا بالنسبة إلي أريد أخليهم نزلهم وخليهم مثلا بالحاسبة لنفرض حتى أن يحتاجهم فنذهب إلى File ومن ثم Download ومن ثم Microsoft Excel بالضغط عليه نتظر قليلا هسا نزل سجل الحضور على شكل Excel بالضغط عليها رح ينفتح حسابنا مثل ما تتشوفون أوكي هاي أقدر أحفظه بملاف خاص موجود على حاسبتي وفتب عليها المحاضرة الأولى حتى من أحتاج أسلم الحضور مباشرة أقدر أرسله من هنا أوكي نسد هسا هذا أوكي ساني حصلت سجل الحضور نزلت على الحاسبة هسا شون أغلقه بحيث الطالب بعد ما يقدر يسجل حضور ما يقدر يدز حلول بعد انتهاء الفترة المخصصة إلي ما يقدر يعني يدز أيضا حلوله إن كان امتحاء نهائي أو كوز أو إلى آخره بالضغط ها هنا accepting response ما نضغط عليه بعد الطالب ما يقدر نهائيا يدز أي شيء أوكي خلي بس أشوف للأستاذ شغلة حيواجهها من يريد يرجع ويدخل لهذا السجل الحضور أو هذا الامتحان هسا أنا غلقته هسا أنا كأستاذ أبو المادة أريد أرجع من جديد أدخل على هذا سجل الحضور أو على الامتحان اللي أنا سويته هنا أو الواجب اللي أرسلت الطلاب من بغطة من جديد سجل الحضور شرح يقول لي أوكي أنت سجلت حضور وما أعرف إيش إلى آخره هو مثل الغالقة يقول لك أنه فقط الأديتر can see this link فأنا شرح سأسوي كوني آن الأديتر اللي آن ذا زيته فراح أضغط احنا انتظر شوية وعش رسال رح تظهر لي يقول لي أنت حقيقة تريد يعني تستمر فتحة حتى مثلا أكوه التعديل معين أو تريد نعم أوكي شوف هنا ما دام أنا وافقت أنه يرجع ويعيد فتحة صار بشغلة تستلام الردود رجعت تتفعلت فأنت خلي نقول تكمل شغلك اللي هو من ممكن أنت تتنزل الشيط تتأكد من شغلة معينة ولا ما تخلص ترجع من جديد تغلق عدم استلام الردود مثل ما قلنا هذه الخطوات أقدر أطبقها على سجل الحضور حتى بعد ما استلم أي يعني طلب حضور من الطلاب أو في وقت الامتحان أنه أغلق نهائيا بحيث الطالب بعد ما يدر يرسل لي أي حلول لأنه وراء ما ينتهي الوقت اللي أنت حددت هو يقدر يرسلك حيظهر لك أنه ليت متأخر بس هو يقدر يرسلك بس أنت من غلقت هسه نهائيا بعد ما يقدر يرسل أو واجبات معينة أنت حددت لهم أيضا فترة معينة وتد أيضا بعد ما تستلم فتطبق نفس هذه الخطوات أتمنى نكون أنه يعني تستفادون إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم